قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للبحور المجتمعية يوم الخميسة المقبل وذلك لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجهات رئيس الجمهورية وأكد مجلس الأمناء إرجاء جلسة الصناعات الثقافية التي كان من المقرر لها الخميسة المقبل واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم وذلك لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون هذا وتستأنف غدا الجلسات النقاشية للحوار الوطني في الإسبوع الخامس من الجلسات حيث تبحث غدا لجان المحور السياسي قضايا مباشرة الحقوق السياسية وتمثيل النيابية والمحليات والنقابات والعمل الأهلية بينما تبحث جلسات الثلاثاء المقبل في المحور الاقتصادي قضايا العدالة الاجتماعية والدين العام وعكز الموازنة والإصلاح المالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر